أطلقت مدريات الصحة بمحافظة أسوان قافلة علاجية جديدة بقرية القراريش التابعة لمركز كومومبو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشهدت القافلة مشاركة أطباء وأطقم تمريد من عشر تخصصات إضافة لمعملية الدم والطفيليات والأشعة فضلا عن توفير صيدلية لصرف الأدوية بالمجان للمواطنين بنقدم الخدمة الطبية لأكثر من عشر تخصصات طبية مختلفة النهاردة معنا السيدلية المتنقلة بتحتوي على أكثر من 130 صنف دواء معنا مع ملايات الكيمية الدم والطفيليات معنا كمان جهاز إشعة متنقلة لنحتاج الأمر معنا كمان التحويلات لأرب مستشفى متخصصة مستشفى كومومبو المركزي ومستشفى جامعة أسوان ومعهد أورام أسوان بند خدمة للمواطن بالمجان يعني عند جميع التخصصات جميع التخصصات موجودة معنا في العربيات وعندنا معامل بالمجان أشعة بالمجان عند أكثر من 130 صنف علاج أدوية بتطلع بالمجان للمواطن احنا بنشكر السادة المسؤولين على القافلة الطبية الجميلة اللي فيها جميع التخصصات وجميع كل حاجة مجانة الأشعة وتحليل ومعمل والكشف كاترة ما شاء الله مجانة وحاجة حلوة وربنا يخلى مصر وخلى المسؤولين في مصر وبارك فيهم للناس الغلابة وصلين لنا هنا في القرى صراحة يعني حاجات ما شاء الله حاجة حلوة جميلة جدا